وقتي انت ليه بتتخانق معايا يا بوديع ليه بتقولي على برديس كلام برديس المصورة بتاعتنا الجميلة أنا بتتكلم على حقوق المرأة أيوة من أيام دي شغل الناس الشاغل طمام طب بذل ستة بتاعة الكاميرا قلع طب أبو قلعها المغلق كاميرامان رأم دي شو طب هي ستة ليه كاميرامان هي اسمها كاميرا ومن أيوة هي المفروض بس هو لما سألها يا برديس يعني ده شعوري بالمعادلة في غلط لا عشان ورا الكاميرا اسمه كاميرامان طب هي ستة مفروض تبقى كاميرا ومن أو كاميرا لدي عشان ومن دي فيها بتاع برديس دي أنا بتخلي مع المنطق الغلط ايوة لا معاي حبيبي انت حبيب قلبي برديس دي برديس دي نمسميه برديس دلوقتي يا أستاذ محمد لازم تغير التسمية بتاعت برديس وتسميها كاميرا لدي كاميرا ومن أو كاميرا ومن جال أسير عزم الشعر أوه طيب دلوقتي تعالى بقى في حاجات أنا علامات كده مضيئة في حياتك أنا لفتة نظري قوي في البدايات معلم العود اللي جابه لك الوالد الله يرحمه أه أبو عبدو أه أستاذ العود أه أدى لك درس واحد أدى لك درس واحد أه وبعدين أصدت أنا أدى لك درس واحد وأدى لك درس أدى لك درس واحد وأدى لك درس واحد وأدى لك درس واحد وأدى لك درس واحد أصدت له معد ثمع بقى أه أمه بعد ثلاث عشر كمان أساس التمثيئة واشتغلوا بأرورات وكل شيء أتعلم تعيدهم معدين بس كنت عازف ماهر جداً لأنه العود صاحبك كل الرحلة بتاعت البداية كلها هو للسبب الأساسي أنه السماء والمغرب يعني كيف تكون تغنيب على العود آه 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 طيب عملي هي هواية والهواية طبعاً الوقت بحب شغل بدي أعملها بتطبعها مية مية فيها أساسي طيب دلوقتي إحنا رحنا في محل أو في مطعم أو في حاجة وغنينا موال حصبية جبتوا من إيه شوه حصبية؟ حصبية آه جبتوا من إيه والله مش عارف كنت ورد صغير هو ده صاحب الفضل حصبية ده إنه حصبية وماما يا ماما عرفوا يا ماما يا ماما عنوالي خاصة يعني آه أول ما غنيت هيه حصبية آه ولا سمينة تانيها ذلك كان واحد كان حرب لبنان وكان يجو من لبنان على سوريا في 76 آه 77 هكشي آه دانيها واحد شعر اللبناني ومغالبداع العودة هو ومش عرب لبنان جابها آه فولكلور فولكلور أصلاً ولا إيه؟ لا ماما يا ماما مش فولكلور أما أغنها بس حلوة ومشت ماما يا موال ده بتاع ماما يا ماما وبتاع موال حصبية آه حصبية ضاعة في ياروب لبنان آه وقبال اللي تانيها الموال هو نفسه هيدا هم هو اللي أعطاني هيدا الموال طيب بس هو الموال ده هو اللي سجله لك؟ مش كده؟ الشخص اللي كان معا الكاسب لا سجلت في حفلة آه آه خضوية في النقابة بعدين الله يرحمه لا لا ماما في النظر سنة تبتح وزورت على الشام بجي غني بقى آه بجي أخذ إذن من نقابة فنانين آه نقابة فنانين بقى أخذونا على نقابة فنانين كان نقبها الله يرحب وطراوه صباح فاقرين طبا نعم دقريبا ربع حلقة مش حلقة رو عند أهلك لما انت كبير تصير شاب برجع غني هم وهاك صار بس مرحة لعند أهلي نعم 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 غني غني ملكش داع كان معا شوية نتفتوه هكذا غنيت هم والحمد الله وعديت وبقيت عملك وعديت وبقيت عملك وعديت وبقيت وشعالة ووالتشبت